أكد السيد جمال محمد فخره النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن مواصلة السعي لخلق المزيد من المبادرات الداعمة لمرحلات التعافي المالي والاقتصادي في ظل ظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا يأتي من منطلق الحرص على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن منوها أن العمل مستمر بشكل مكثف بين السلطتين لمواصلة تحقيق النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني وأوضح فخره أن نتائج الاجتماع المشترك بين الفريق الحكومي البرلماني مبشرة للعبور بمرحلة التعافي المالي والاقتصادي نحو مستويات أكبر وتجاوز باختلف التحديات والمتغيرة مشددا على ضرورة تكاتف كافة الأطراف المعنية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى وأشار فخره إلى أن مصلحة الوطن والمواطنين على رأس أولويات العمل التشريعي ويتم بالتعاون مع الحكومة في وضع الخطط والاستراتيجيات والتشريعات بما يتواءم مع متطلبات المرحلة دون إغفال ذلك ومن المهم خلال المرحلة الراهنة تحفيز التعافي الاقتصادي والاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين وتجنب أي خيارات قد تؤثر على المواطنين بشكل مباشر وبالأخص ذوي الدخل المحدود